تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1308 قضايا تموينية بمضبطات أكثر من 5,260 طن مواد غذائية وبناء وكذلك 11,615 عبوة زيت وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط أكثر من 101 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية كما تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأكثر من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يزيد عن 123 طن كما تم ضبط 80 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء